موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بن قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليكم إخوتي أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته في الحلقة الماضية وفي الحلقات الماضية كنا في شرح الأسباب أو الأعمال أو ما يهون على الإنسان سكرة الموت أكو أعمال أكو أسباب اتهون على الإنسان سكرة الموت التي في الحلقات الماضية ذكرنا ما يقارب تسعة تسعة ذكرنا صلة الأرحام وذكرنا روايات في ذلك صلة الأرحام وبر الوالدين من كسى أخاه المؤمن كسوة يتيم فقير أيشي اللي كان مولانا إطعام الطعام قراءة سورة ياسين قراءة سورة الصافات مولانا وصيام آخر يوم من شهري رجب المرجب وكذلك صيام 24 من رجب 24 يوم من رجب صيام 24 يوم من شهر رجب وكذلك كلمات الفرج لا إله لله الحليم الكريم لا إله لله العليم العظيم هذه التسعة مولانا التسعة نحن ذكرناها في الحلقة الماضية زين العاشرة من الأمور التي تهون على الإنسان سكرة الموت تجعل الإنسان يموت براحة لا يموت بشدة قلت لك كما ذكرنا في الحلقة الماضية أكو بعض الناس يموتوا براحة يموتوا بشدة يعني كشم وردة كما ذكرنا واحد يشم له وردة ويموت خلص يعني كان ملك الموت يعطيه وردة يشمها إذا شمها مات أكو ناس لا كأنه يبرأ يشفى من مرضه خلص ويموت واضح مولانا أكو ناس لا يموتوا بكل راحة كنزع ثياب وسخة يجي له واحد يقول له غير هذه الملابس ملابسه وسخة مولانا وسخة ومتعرقة كلها عرق مولانا وخشنة وتعبانة وبيها رائحة يطي ملابس نظيفة وناعمة وجديدة وطيبة يقول له غيرهم يغير الملابس الخشنة التعبانة الوسخة ويلبس ملابس جديدة مولانا هاي الملابس الجديدة بمنزلة الموت مات واضح مولانا فمو كل وقت سكرة الموت ومو كل وقت كل الناس يموتوا بشدة لا أكو بعض الناس يموتوا براحة يموتوا بكل راحة وهذه أسبابها الذي يعمل بهذه الأعمال التي ذكرناها الآن ذكرناه تسعة أكو ناس يخافون من الموت خلي أعمل هذه الأعمال العاشرة مولانا صلاة الليلة السابعة من رجب الليلة السابعة من رجب لها صلاة معينة أو هذه الصلاة إخواني أعزائي هذه الصلاة لها آثار عجيبة لها آثار عجيبة يعني عوائدها أكثر من صلاتها أكثر من حجمها أنت صلي صلاة ليلة السابعة من رجب شوف الله ماذا يعطيك من جملة ما يعطيك الله جل وعلا يهون عليك سكرة الموت مخلق رألك الرواية أحسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن من صلى في الليلة السابعة من رجب شوف أحفظهم أربعا أربع ركعات بالحمد مرة والتوحيد والمعوذتين ثلاثا ثلاثا أربع ركعات الصليها ركعتين ركعتين طبعا كل الصلاة المستحبة تقريبا كل الصلاة المستحبة مولانا ركعتين ركعتين كل ركعتين بتشهد وسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احفظها إن شاء الله جزاكم الله خير ولك الأجر والثواب وأنا أخذ أجر والثواب من وراك إن شاء الله زين اللي يصلي أربع ركعات رسول الله يقول كل ركعتين ركعتين كل ركع بها حمد من بعد الحمد يقرأ الإخلاص التوحيد قل هو الله أحد مرة أو يقرأ المعوذتين ثلاث مرات ثلاث مرات المعوذتين يعني سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وسورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ثلاث مرات ثلاث مرات فإذا سلم شوف صلى على النبي وآله عشرا يصلى على محمد وآله محمد عشر مرات ويقول الباقيات الصالحات عشر مرات مرات يصلى على النبي عشر مرات ثم الباقيات الصالحات عشر مرات الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تسبيحات الأربعة تسبيحات الأربعة مولانا هاي يسمونها الباقيات والصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقول رسول الله من قالها مرة غرست له شجرة في الجنة الآن أنا حجيتها مرتين ثلاث يعني شجرتين ثلاث ساراً بالجنة إن شاء الله إذا دخلنا الجنة وضع مولانا بشرط أن لا أحرق أعمالي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع ركعات من بعد الحمد التوحيد والمعوذتين ثلاث ثلاث سلم وخلص عشر مرات اللهم صل على محمد وآل محمد من بعد الصلاة على النبي عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الباقيات الصالحات الله الشنطي في مقابل هذه الصلاة ماذا يعطيه؟ أسمع أظله الله في ظل عرشه واحد أظله الله لأن كل مكانك لا ظل إلا ظل الله أظله الله في ظل عرشه واحد وأعطاه الله ثواب من صام رمضان وأعطاه الله ثواب من صام شهر رمضان ثلاثة واستغفرت له الملائكة حتى يفرغ من هذه الصلاة ثلاثة أربعة وسهل عليه النازع خمسة وضغطة القابر ستة ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في الجنة سبعة ويؤمنه الله من الفزع الأكبر يوم القيامة عجيب صلاة واحدة أربع ركعات على الترتيب التي قلناها واضح مولانا في شهر رجب ليلة السابع من رجب مولانا اللي يصلي هاي الصلاة الله ينطيه سبع أشياء سبعة أشياء يظله الله تحت عرشه يعطيه الله ثواب صيام شهر رمضان استغفرت له الملائكة حتى يفرغ من صلاته يسهل عليه النازع يسهل عليه ضغطة القبر لا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه في الجنة ويعطيه الأمان من الفزع يوم القيامة يجب الصلاة عظيمة هذه مولانا هذه من الأمور التي تسهل عليه الإنسان سكرة الموت الذي يعمل هذه الأعمال الله سبحانه وتعالى يسهل عليه سكرة الموت فيموت براحة ما يحس بشي ما يحس بشي أصلا مولانا زين بعد من الأدعية المورد الحادي عشر عدنا دعاء وارد كل يوم تقرأ عشر مرات في كتاب مفاتيح جنان موجود مولانا هذا الدعاء كل يوم تقرأ عشر مرات هذا يهون على الإنسان سكرة الموت الآن نقرأ لك الدعاء أقرأ الدعاء على كيفي بعض الأخوة الأخوات يقولون الشيخ نتتكلم سريع لأن ما نخلص المحاضرة رضا ما نتكلم سريع مولانا وضع حبيبي أقرأ الدعاء على كيفي خاطر تلحق وتكتب المحاضرة إن شاء الله وتكتب الدعاء يعني فيدك عشر مرات كل يوم تقرأ عشر مرات كل يوم تقرأ هذا يهون على الإنسان سكرة الموت اسمع خلانا أقرأها لك أقرأ لك الرواية في كتاب البلد الأمين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قال هذه الكلمات كل يوم عاشر مرات شنو؟ غفر الله له أربعة آلاف كبيرة واحد ووقاه من شر سكرات الموت اثنين وضغطة القبر اثلاثة ومئة هول من أهوال يوم القيامة أربعة الخامسة ووقي من شر إبليس وجنوده ستة وقضي دينه يقدر يقضي دينه سبعة وكشف همه وغمه وفرج كربه وفرج كربه كربه هم يدفر ثمانية إلى تسع موارد اللي يقرر هذا الدعاء عشر عندك دين ما تقدر توفد دين مولانا عليك بهذا الدعاء عشر مرات كل يوم عندك همه وغمه وكر عشر مرات اقرأ هذا الدعاء الله يرفعه تحتاج إلى رزق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين اقرأ هذا الدعاء عشر مرات اتخاف من سكرة الموت اقرأ هذا الدعاء عشر مرات اتخاف من القبر اقرأ هذا الدعاء عشر مرات اتخاف من الذنوب المعاصي وابليس اقرأ هذا الدعاء عشر مرات بقى عشر مولانا كفارت الذنوب المعاصي اقرأ هذا الدعاء عشر مرات أربعة آلاف ذنوب كل يوم الله يغفر لك شنو هذا الدعاء اسمع رسول الله قيل وما هو الدعاء يا رسول الله قال هو هذا اسمع أعددت لكل هول لا إله إلا الله ولكل هم وغم ما شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل رجاء الشكر لله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل عدة اعتصمت بالله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا الدعاء عشر مرات تقرأ كل يوم الله يعطيك هذه الأمور كلها مولاي يفرج عن همك عن غمك عن مشاكلك مولانا يطيل فيه رزقك يطيل فيه عمرك مولاي الله يغفر الذنوب المعاصي لنا مولانا يقيه يقيه وحشة القبر ضغطة القبر ظلمة القبر مولاي يحون عليه سكرة الموت بعد مولانا أمور ووقاه الله من شر إبليس وجنود إبليس ومئة هول هاي كلها اللي يقرأ هذا الدعاء عشر مرات إخواني بعد ذكر شريف الموارد الثاني عشر من الموارد التي تسهل على الإنسان سكرة الموت ذكر شريف وعظيم يقرأه الإنسان إذا قرأ سبعين مرة هذا الذكر الله يبشره عند الموت يبشره عند الموت البشرى وهو يا أسمع السامعين ويا أبصر المبصرين ويا أسرع الحاسبين ويا أحكم الحاكمين هذا الذكر يقرأ كل يوم كل يوم سبعين مرة كل يوم سبعين مرة الله سبحانه وتعالى يهون على الإنسان سكرة الموت بعد مولاي الأخيرة طبعا هناك موارد كثيرة بس الأخيرة أذكر لكم قصة مولانا قراءة سورة الزلزلة الثالث عشر المورد الثالث عشر سورة الزلزلة تقرها مولاي هذه تهون على الإنسان وحشة القبر الرواية عن الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لا تملوا من قراءة إذا زلزلت الأرض زلزالها فإنه من كانت قراءته بها في نوافله يقرأها في صلاته المستحبة بالنوافل لم يصبه الله عز وجل بزلزلة أبدا ولم يمت بها بالزلزلة ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنيا حتى يموت وإذا مات نزل عليه ملك كريم من عند ربه فيقعد أو فيقعد عند رأسه فيقول يا ملك الموت ارفق بولي الله فإنه كان كثيرا ما يذكرني طلعت ياهي مولانا سورة الزلزلة طبعا احنا عدنا سور هسا هذا بحث مولانا شويه يدخلنا في بحث آخر احنا عدنا تجسيم الأعمال تجسيد الأعمال أكو بعض الأعمال يتبدلن إلى جسد هسا عنده سكرة الموت أو من بعد الموت أكو مثلا عدنا الشتم والسب أكو بعض الناس موخوا شوادب دائما يسبون ويشتمون ويغلطون هذا مار شتموا هذا جاي سبوا هذا جاي شتموا وهذا السب والشتم السباب والشتم يقول رسول الله يتبدل في قبر الميت حيات وعقارب حيات وعقارب الله يسلطها هو الشتم والسب يتبدل كل شتيمة كل ما سبه تتبدل إلى حية وأقرب تلدغ الإنسان الشاتم والساب وعلا حمولنا أكو ذنوب معاصي تتبدل إلى خنازير والعياذ بالله أكو ذنوب المعاصي تتبدل إلى كلاب والعياذ بالله وعلا حبيبي تتبدل إلى نار نار والعياذ بالله وبالمقابل أكو حسنات تتبدل إلى أجمل ما يكون للإنسان منها سورة الرحمن اللي يقرأ سورة الرحمن دائما بلقص في ليلة الجمعة قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة وعلا حمولنا قراءة سورة الواقعة هذه مهمة تتمثل من جملتها سورة الزلزلة سورة الزلزلة أو الزلزال تحضر عند عند سكرة الموت اللي يقرأها في النوافل أو يقرأها قبل المنام لا يموت بالزلزلة ولا بصاعق مولانا ولا بآفة من آفات الدنيا زين؟ وإذا أجي ملك الموت يجي ملك جميل شكل جميل يحضر عند رأسه يقل لي يا ملك الموت ارفق به ارفق بولي الله هذا ولي من أولياء الله ارفق به على كيفك وياه فإنه كان كثيراً ما يذكرني هذه أسباب تحون على الإنسان سكرة الموت اللي يعملها مولانا ما يحس بالممات ما يحس حتى بالممات أنا أنقل لك قصة طائرة قبل سنوات أكيد سمعتم بها قبل السقوط بسنوات طائرة ركاب في طهران إيران طائرة جاية طائرة ركاب سنوات كثيرة طويلة أجت هذه الطائرة في طريقها إلى طهران استدمت مع طائرة حربية طبعاً كلهم ماتوا رحمة الله تعالى عليهم جميعاً اشتهرت هذه القضية في إيران طائرة ركاب استدمت مع طائرة حربية صار حادث وكلهم ماتوا بالجو من جملة اللي ماتوا مولانا سيد من جملة اللي ماتوا سيد معمم هذا السيد بعد الممات طبعاً أجسادهم تقطعت احترقت سقطت على الأرض يعني مقطعة مهشمة فالسيد من بعد أيام جاء في منام أحد طلابه قال له سيدنا أنت قبل الحادث ما كنت تصنع قبل لا طائرة تحترق وتنفجر أنت شنو كنت تسوي حسيت بالحرق بالألم بشكرة الموت قال له لا قال له شلون ما حسيت قال له لا حسيت بنار ولا حسيت بألم الموت قال له كيف قال له أنا كنت جالس قبل الاستدام بلحظات شوف حبيبي قال له قبل الاستدام بلحظات كن جالس وإذا أشوف رجل جميل شاب جميل جدا جميل المنظر حسن الواجم ولانا طيب الريح يقول ولابش ثياب بيضاء واقف في وسط الطائرة في مقابل وجهي يقول أشار إلي قال لي قم سيدنا تعال يقول أنا قمت يقول بس قمت أخذ بيدي بمجرد أن أخذ بيدي نظرت إلى خلفي وإذا أرى جسدي على الكرسي على الكرسي بعد رأيت الجسد بمكانه وأنا يدي بيدي هذا الشاب يقول بي لحظات وإذا أرى نفسي فوق الطائرة بالجو فوق الطائرة حسست قلت لمن أن قال أنا ملك الموت قبضت روحك يقول ورأيت بعيني كيف هذه الطائرة تصطدم مع هذه الطائرة فلم أحس لا بسكرة الموت ولا بالاحتضار ولا بالحارق ولا بالألم ولا بالوجع لا أصلا زين الله سبحانه وتعالى هون عليه سكرة الموت وشدة الموت هذه الأعمال 13 عمل أنا ذكرت إليك هذه الأعمال تهون على الإنسان سكرة الموت مو دائم من الموت شديد مولانا مو دائم من الموت سكرته شديدة مؤلمة موجع لا أكو بعض الناس يموتوا براحة قلت لك شمي وردة أو شرب ماء أو شفاء من مرض أو تغيير ملابس يغير ملابس ثوبة يغيرها يعني وهذا حبيبي وهذه القصص كثيرة والروايات جدا كثيرة هذا أول منزل وأول مرحلة يمر عليه الإنسان أول منزل من منازل الآخرة أنه سكرة الموت لابد أن يمر منها المنزل الثاني كلش مهم العقبة الثانية في هذا المنزل الأول كلش مهمة العقبة الثانية تسمى عديلة الموت عديلة الموت ما هو عديلة الموت مولانا؟ عديلة الموت والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم منها نحن دائما ندعو نقول اللهم أرزقنا حسن العاقبة أجعل عواقب أمورنا خيرا زين أكو ناس عديلة الموت ما هي في آخر لحظة من حياته أرجوك تنتبه لي مولانا توجه لي وتوجه لي كلامي زين أكو ناس في آخر لحظة من حياته يغير يعدل يغير من الحق إلى الباطل ينتقل من الحق إلى الباطل من الخير إلى الشر من الرحمن إلى الشيطان يبيع دينه يسمونه عديلة الموت هذا من سوء حظه هذا ما عنده حسن عاقبة هذا عنده سوء عاقبة واضع مولانا؟ يعدل من الحق إلى الباطل لأن إبليس تعرفون إخوانا العزاء إبليس أكم أماكن يشتد على بني آدم أحفظها احذر من إبليس إبليس ذكي أذكي منك مو تصور أنه أنت ذكي والله أنا إبليس ما يغشني يغشك وستة بعد زين إبليس هذا ما كان يترك الأنبياء لم يترك يونس عليه السلام لم يترك أيوب عليه السلام إبليس ما ترك الأنبياء يتركني أنا وياكم ولا أنا؟ لا طبعا ما يتركني طبعا يترك بعض الناس أكو ناس مستغنى عنهم الحمد لله هم أبالس هم شياطين يمشون بالشارع مرأة فرعة امرأة ما عادة حجاب حجاب ما عادها أفة ما عادها النجابة ما عادها هاي هي إبليس هاي شيطان هاي شيطان عندها قرون مولانا هو هاي شيطان هذي إبليس هذول جن من جنود إبليس متكفي بيهم الحمد لله رب العالمين حتى ما يودي وراءهم يوديهم لكي يحرفوا الناس المرأة الغير محجبة تاركوا الصلاة مولاي ذاك السلف الذباح اللي يذبح بالناس هو هذا إبليس وهذا شيطان يلعب بالدين باسم الدين مولانا إبليس شون قال مولانا إبليس كيف هو خليقة من النار لا عدنا أبالسة مولانا من البشر عدنا أبالسة ما يعرفون الله عدنا شياطين يحرفون الناس عدنا شياطين أكلف من الشيطان أكلف من إبليس بعد وانا مولانا ما يعرف الله أصلا ولا يعرف الدين والمذهب ما يرحم حتى الطفل الرضيع ما يرحم حتى الأطفال عمره سنة وشهرين شنق شنق دام يكذ الطفل يشوي على النار ويخلي باب بيتمه هذا مو إبليس هذا مو شيطان هذا هو شيطان يحارب الدين يحارب الحسين باسم الحسين يحارب الإمام المهدي باسم الإمام المهدي هذا مو شيطان هو شيطان وستة بعد إذن احذر من إبليس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوه الله قاعد يقول موانا مو من جيبي مولانا ابليس على بعض الناس يشتد في بعض الاماكن يشت حيله بعض الاماكن وين عند الصلاة الابليس ما يجي وراه وياه مولانا يتركه كاملا بس اذا قال الله اكبر وقب الصلاة اجا لابليس احسابات بالاخص اذا عنده بنيان كم طاب وقا يحتاج واش قد اسم انت يريد ومنين يجيب هذا اذا عنده بنيان اذا عنده مشروع يفكر بمشاريع يفكر بس بالدنيا هو في حين صلاة الله اكبر كل حساباته تجي مولانا كل حساباته تجي وانا مولانا وين ابليس يشتد عنده الصلاة عنده الصلاة يسير قوي جدا قوي زين بعد مولاي وين اكو اماكن من جملتها عند الموت آخر لحظة من الممات يجي لابليس يقعد يapper مولانا انت ما بك يا ايها المحتضر يقول لي بيه الم وجه اخاف من الموت يقول لي انت تبرع من الله وبايعني وانا انجيك من الموت وانا مولانا يسمونها العديلة عند الموت العديلة عند الموت أنا هاي مختصر حجيتها إن شاء الله في الحلقة الآتية راح أشرحها إن شاء الله أكثر وأكثر مع وجود بعض الروايات وما ينجينا من العديلة عند الموت ويجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا وارزقنا السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة